أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصى مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية ذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية بما يحقق التوازن بين حقوقي وحريات المواطنين ومباشرة السلطات العامة لوظائفها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريق المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد كذلك أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية خاصة ما يتعلق بحقوق المواطنة واللاجئين والمهاجرين وحماية الهوية الثقافية وجهود التنمية الاقتصادية وشدد الرئيس السيسي أيضا على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها وأختارها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفية وأضف متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد حوارا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تناول أهم الموضوعات المطروحة على السحة الأفريقية خاصة فيما يتعلق بدور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على السيادة الدول وأعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجا لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء